تكلميني أول ما توصلت صحيني إن شاء الله الفجر أخذ بلك منافسك أنت تهدي بقيت منافسك أخذ بلك مهانتي مشاه خطر أكيد ما تقليش بس هابي أخذ بك وتأخذ بك شكصة اهلا يا ماريو كله تمام احتاج حاجة عايزاني خير سر مش عايزة حد يعرف طب تفضلي تفضلي احكي لها ست السر اوعد بايه شعاي زمالك تعرف ليه طيب تفضل انا ها افغان بك اكيد بس احكي لحكي انا ها افغان بك اوز اوه اهلا بيك اول باش مهندس كان عاوز يقابل حضرتك النهاردة ضروري اه النهاردة النهاردة طيب واضح يعني انه عارف ان انا مسافر فعايز يقابلني على وجه السرعة ستعارف الواحد الفترة دي مشغول جدا وعن سفريك كتير طيب انا هبقى عندك كمان ساعتين تمام اوكي السلام ستعارف الواحد يطلع بايا مصلحة من القلة دي ستعارف الواحد ليش حاجة زيدي ليه تخاف انتي معه هاتيش حاجة غالط انتي متجوزة طيب مش هقولله اه اساعدك طيب مش انت سمعتيني بيكلم عميرة اتكلمه عشان يجي للمكتب طيب اوكي هطلعك اوكي كل المعلومات اللي تقطع عنه جتح طميني ها اوكي شكري رجل شكري يا اميرة اقول Jewl ازايك نديم باية اه receive يعني بصراحة ان انا قبولتها حضيرك يعني قبل ما سافر انت عارف عبر aforeёт class eigenen متى مسافرة عند عمتك فه发زير ولا ايه عمّتي؟ عمّتي مين؟ عمّتك عيشة؟ أخت عمّك حاسن الليسي محتكر المأولاد في الشرقين؟ أخت أبوك عبداللطيف الليسي؟ متاع السراميك؟ آه، قولوا حينهم نعم بستين أنا من أوله أفنّم؟ لا، مفيش حاجة ها، أنت ابن عبداللطيف ولا لا؟ أو حضرة بتعرفه؟ أعرفه طبعاً وأعرف مراده كمان وقعد كون ابن عفاف لا، عفاف لا، لا، عفاف دي تبقى مرتبه يعني أمي توفت ونظار وهدين هو الجوز عفافه على طول آه، آه، الله يرحمها، كانت ستة عظيمة لو كانت عيشها كانت حيات كتير في حياتك تغيرت آه، طبعاً طيب أنا أعرف موعيد ديئة فالمحد لازم ينحق يعني يمشي أقعد، 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 إحنا لسه مكملناش أقعد، أقعد، إحنا لسه مكملناش بس أنا أقول ليه؟ يعني إحنا هنقول إيه لو ويعني إحنا لعفاك عارف كل حاجة يعني إحنا لأن تقول لي يا عميتي هو عفاف والشرقية والسيراميك يعني إحنا لعفاك عارف كل حاجة يعني إحنا لعافاك عارف كل حاجة هو أنت دمك سفيد وأكيد ده اللي حبب مارين فيه مارين؟ مارين؟ طب احس ان الموضوع كده بقى حضرتك بزنس من وعارف ان الحاجتني مهتمش الا بتامن انا عطوبة ونفسي ما سمعت للحاجة عشان انا لو سمعت اي حاجة من الكلام اللي انت بتقوله دا يبقى لازم ارد وانا لما رد برد من غير كلامه طبعا اذنك على فكرة أنت عندك حق كل حاجة بتمنطلاها أصد حياتك وأعتقد أن ده تمنغالي محس أميرا أنا أكلمك الفترة جاية كثير يعني فيه مصلحة كده عايزك فيها تقبل فيها فلوس يوم أبيض ده أبيض ده